السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة منوعات فاطمة اليوم سوف نقوم بعمل الكاب كيك بالبلو بري أو التويتل بري كما تشوفوا كي يجير طوب نسبة للمقادير نحتاجة بمية جرام ديالساني دون سوف نقوم بمية جرام مية وخمسة وتسعين جرام ديت الزيت يعني كاس ميتين وسبعين جرام ديت الحليب سوف نقوم بمية جرام ميتين وسبعين جرام ديت البلو بري أو التويتل بري ديت البلو بيضات أو مية جوج كيسان 16 جرام ديال الخاميلة الحلويات أو جوج بكيات أربعة البيضات ساشي ديال فاني أو جوج الدقيق لدي 550 جرام إلى 600 جرام دقيق أو 3 كيسان كبار بالنسبة للزيين سوف نحتاج بعض المعالقبار السكر البني معيقة كبيرة للقرفة و نس كاس اللوز فيلي تقدروا تعوضوا بالكاوكاو قبل أن ننسى قبصة الملح سوف نضيف الطريقة في العجانة أو الخلاط الكهربائي سوف نضيف البيض سوف نضيفه قليلا سوف نضيف ساندة مع قبصة الملح و نают ساحة الملح من ثم أطراح المبلح بعد أحد البيض سوف نضيف الفانيلة السككك ونزيد الزيت ونخلط جنس والعناصير نزيد الحليب نخلط قليلا نحيط نزيد الزيت ونزيد الزيت ونخلط غربي قليلا لنزيد الزيت دفع واحدة نزيد النص ونربع ونزيد الخامير ونخلط قليلا من الأسفل إلى الأعلى لنضيف البيض نزيد قليلا قليلا ونزيد الزيت ونزيد ونزيد ونخلط ونزيد سوف نخلط كما ترى هذه الكيك سوف نجعله جانبا سوف نلبسه كامل سوف نضغط سوف نضغط سوف نضغط العجن سوف نضغط سوف نضغط سوف نضغط ونضغط سوف نضغط سنبدأ نعمر لكيسي تقدروا تديروا أي نوع عندكم بعد ما أمرت لكيسي تقدروا نرشهم بتاك الخليط دي القرفة والسكر البوني واللوز سنستفن في الطاوة ونباعد بناتهم خليه مسافة من طبيعة الحرار الفرن مشعول وسخون على 180 درجة سلسوس 350 فرنهايت سوف ندخلهم الفرن ونرجع لكم هذا الأول كبكيك دينا بعد ما طاب يجي محمار وطالع أتمنى أن يكون أعجبكم يجي رائع رطب من الداخل موسيقى 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 كان هذا هو الفيديو دينا دينا اليوم نتمنى أن يكون الإعجاب ديالكم إذا كنتوا أول مرة تظهروا القناة لا تنسوا شديروا اشتراك لايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لكم على المتابعة وعلى التعليقات وإلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى